بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوة المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأكد الفريق أول محمد زكي في برقيته على الجاهزية القتلية والاستعداد الكامل للدفاع عن الوطن والزود عن مصالحه العليا لتظل سيناء وكل بقعة على أرض مصر تنبض بالعمل والإنجازات كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء ترجمة نانسي قنقر